موسيقى فانطلق إليه واكتشف محضر الله وقصده في حياتك بدءا من اليوم ومن الآن حان الوقت لتمضي إلى الأمام حان الوقت لنرتقي فوق ظروفنا ونتغلب على مخاوفنا ونواجه المستقبل بإيمان وننتصر على الماضي ونتطلع إلى إنجاز أمور أعظم ونتطلع إلى حقوقنا المكتسبة ونعلن قوته ونعلن وعود الله عد لنا الله المزيد وهو ليس الوقت المناسب للتوقف بل للمضي إلى الأمام ليس بعيدا عن منزلي يوجد متجر صغير يسمى سيز كانديز لديهم عروض مذهلة من الشوكولاتة أكثر من مائتي متجر مثلها تنتشر في كاليفورنيا وولايات أخرى إلى جانب مئات الأشكال في المطارات ومراكز تسوق بدأت السلسلة في عشرينات القرن الماضي عندما قام زوجان كنديان هما تشارلز وفلورنس سي بالانتقال لكاليفورنيا جاءت والدة تشارلز الأرملة ماري تحمل وصفات قليلة للحلوة الثمينة افتتحت عائلة سي أول متجر للحلوة في لوس أنجلوس في نوفمبر 1921 عائلة سي باعت أعمالها قبل سنوات وخمن لمن؟ لا؟ لم يكن المالك اسمه هرشي أو نيسلة بل كان وورن بافت ومجموعة بيركشاير هاثاوي دفع بافت 25 مليون دولار مقابل حلوة سي ومنذ حينها تجاوز عائد استثماره أكثر من 1.3 مليار دولار أطلق بافت على سي أحد أهم الاستثمارات التي قام بها حسناً بالنسبة لوورن بافت أفضل الاستثمارات في العالم لا تأتي في صناديق متنوعة من المكسرات والمضغ ولا محافظ الأوراق المالية ولا في معاملات وول ستريت أفضل إنفاق ستنفقه هو إرث حياة مستثمرة جيداً يتحدث الكتاب عن استثمار كل من الوقت والأبدية وإرث سيستمر على الأرض بعد رحيلنا وعوائد أبدية لن تتلاشى أبداً في السماء لذا مهما كانت جودة استثمارك على الأرض فإن لم تكن مشتركاً في استثمارات الأبدية طويلة الأجل تصب كل مصادرك في مشاريع قصيرة المدى قال أحدهم إن المقياس الحقيقي لفروتنا هو مقدار قيمتنا إذا فقدنا كل أموالنا سأقدم لك مثالاً مذهلاً على ذلك في قصة أوستين كارلل عندما كان أوستين بعمر خمستاشر انفصل والداه وشعر أنه تمزق ذهب ليعيش مع والدته لكن توفيت بعد عامين لتمدد الأوعية الدموية بسبب متلازمة مارفن إطراب رافي نادر أوستين رفع يديه وشتم الله والتفت للموسيقى وقال شعرت بغضب شديد والكثير منه تجاه الله كان بإمكاني السراخ في مايكروفون وإطلاق كل ذلك الغضب والكراهية وهذا ما فعلته أسس فرق اسمها وأحرزت نجاحاً بهراً فكانوا يحققون أعلى المراتب نهاراً وليلاً وجنى أوستين المال وللأسف ورث أيضاً اضطراب والدته الوراثي وبدأ يشعر بألم مبرح الكحول والمخدرات سيطرى على حياته ذات يوم بعد قيامه بعرض صعد على سطح حافلة جولاته واتصل بأبيه وقال ما الذي يفوتني؟ فرقتي تبني هذا النجاح لكن أشعر بفراغ شديد وأذى كبير وضياعاً تام سأله أبوه سؤالاً بسيطاً وقال أين الله في حياتك؟ هذا السؤال أرسل أوستين للكتاب وصل وقال يا الله أريد أن أعود وحتى بعدما تغير روحياً ظلت صحته تتدهور ما جعله يتخلى عن حياة السفر ووضع كل ممتلكاته في مستودع وانتقل لكوستاريكا حتى يكون قريباً من أبيه دفع إيجار المستودع بحوالات شهرية على بطاقته الاعتمانية لكن بانتهاء صلاحياتها دون درايته أفرغ المستودع ممتلكاته وبيعت كل أغراضه وبقي له فقط ثلاث حقائب من ممتلكاته مؤخراً جلس أوستين مع المؤلف دوغ بندر وقال ما زلت لا أملك أي شيء ليست لي وظيفة لا أعرف ما التالي لا أعرف خطة الله ولكن لدي فرح كبير وسلام قوي وسعادة عارمة في كل حياتي على الإطلاق أراني الله أن كل ما أحتاج إليه فيه هو كما ترى لكي تتقدم نحو خطة الله للمرحلة التالية في حياتك يجب أن تمتلك حلماً ينبغي أن تصلي تحتاج لتحديد الأولويات الصائبة والتركيز على الهدف الصحيح وأخذ المجازفات المناسبة وتحتاج أن تسعى لتحقيق أحلامك بحماس وأن تؤمن بتلك الأحلام بتفاؤل وإضافة إلى كل ذلك تحتاج للثروة التي تنجو من الخسارة وإلى الاستثمارات التي لن تصبح معصرة أبداً تلك هي قوة الاستثمار في إرث أبدي لتفعل هذا عليك أن تحدد أي أشياء أبدية في جوهرها أشياء لن تتوقف أبداً عن الوجود التقدم للأمام يعني أن تسكب نفسك في هذه الأشياء القيمة فيما يلي أول ثلاثة من تلك المساعي أولاً استثمر في كلمة الله أكثر شعب حكيم على الأرض هم تلميذ كلمة الله كل ما تحتاجه هو الاستعداد لفتح صفحاتها كل يوم وطلب البصيرة وتعلم كيفية دراستها الوقت الذي تقضيه في كلمة الله هو استثمار في حكمة أبدية وداخلية على السواء قال بطرس كل جسد كعشب وكل مجد إنسان كزهر عشب العشب يبس وزهره سقط وأما كلمة الرب فتثبت إلى الأبد وهذه هي الكلمة التي بشرتم بها قال يسوع في متى 24 35 السماء والأرض تزولاني ولكن كلامي لا يزول ترى الكتاب هو حكمة الله وحق الله لن ينقطع أبداً ولأننا نحمل في أيدينا كتاباً أبدياً فعلينا أن نستثمر أنفسنا به كيف نفعل ذلك؟ إليك بعض الأفكار أولاً ادرس كلمته قال بولوس اجتهد أن تقيم نفسك لله مزكاً عاملاً لا يخزى مفصلاً كلمة الحق بالاستقامة ماذا لو طلب منك أن تعلم مساقاً حول كيفية دراس في الكتاب؟ هل طورت عاداتك بما يكفي لتعلم شخصاً آخر فعل ذلك؟ أم أنك ابتعدت عن كتابك المقدس؟ صدقني تستطيع فعل الكثير بكتاب مقدس وقلم خلال ربع ساعة ابدأ بأحد الأنجيل أو بأحدى الرسائل وقرأ بالتتالي كل يوم وعلم الأمور التي تلاحظها وتقدرها ابدأ بخمس دقائق من اليوم لكن نفعل هذا يومياً اقرأ وعلم وصلي لدي شعور بأن خمس دقائق ستزيد وسرعان ما ستقرأ الكتاب المقدس لساعة الكتاب المقدس يعطينا معلومات أبدية من السماء حتى نعلم من السماء كيف نعيش على الأرض ولا استثمار أفضل على الأرض من الوقت الذي تقضيه يومياً ساكباً نفسك في حقي الكتاب نستثمر وقتاً كثيراً اليوم على أجهزتنا الإلكترونية؟ ماذا سيحصل لو كرست جزءاً من ذلك الوقت؟ لدراسة كتاب جد سيبني شخصيتك ويمنحك مهارات أساسية تحتاجها لمواجهة هذه الأيام مهما خرج منها لذا هذه فكرة ربما تعرفها أصلاً ادرس الكتاب والأمر الثاني انشر الكتاب انشر كلمة الله إحدى طرق الاستثمار بكلمة الله عندما ننشرها إذ تعطي كتاباً مقدساً أو العهد الجديد أو عندما تدعم شخصاً يفعل ذلك تستثمر بالأبدية عندما نشارك الآيات نجبه مستشارين يساعدون الناس لصنع أعظم استثمار لحياتهم متى 13 يقول أيضاً يجبه ملكوت السماوات كنزاً مخفاً في حقل وجده إنسان فأخفاه ومن فرحه مضى وباع كل ما كان له واشترى ذلك الحقل وقال الرسول بولوس بل إني أحسب كل شيء أيضاً خسارة من أجل فضلي معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية لكي أربح المسيح هل يوجد طريقة أفضل لتستثمر حياتك من دراستي ونشر حكمة الله وكلمته؟ فاسأل الله كيف تستطيع فعل هذا؟ لدي الصديق طلب خمسين كتاب عهد جديد حجم صغير وفي أي رحلة يذهب بها يحتفظ بجزء منها في أمتعته المحمولة ويعطيها للمسافرين معه كما يعطيها للسائقين ومنازل الفنادق وغيرهم ولا يكاد أي شخص يرفض ذلك لا أعتقد أني قبلت شخصاً رفض نسخة من الكتاب أردت إعطاءها له السماء فقط ستكشف نتائج الاستثمار الأبدي لمشاركة كلمة الله هذا ما نفعل في خدمتنا يومياً نشارك بكلمة الله عبر الراديو والتلفزيون والتواصل الاجتماعي والكتب والمجلات وهدفنا واحد في كل ما نفعل أن نشارك هذا الكتاب المذهل وحكمة الكتاب الأبدية مع أناس بكل العالم وسأخبرك شيئاً نفعل هذا من وقت طويل وبعض الأرباح تعود إلينا يومياً نستقبل رسالة أو إيميل وأحياناً اتصال هاتفي من شخص يقول كنت أصغي إلى برنامجك أو أتابع برنامجك التلفازي وسيطر الرب على قلبي وصرت مسيحياً وهؤلاء الذين آمنوا سيخبرون الآخرين عن المسيح ولكن إليك الواقع ذات يوم سنكون جميعاً في السماء وهم سيكونون في السماء لأن كلمة الله نقلت إليهم على الأرض لذا استثمر في كلمة الله هذه البداية الأمر الثاني استثمر في عمل الله لنستثمر وقتنا وقدراتنا في عمله على الأرض كما ترى عمل الله أبدي وسنظل نخدمه في السماء مشروعه لن يفلس أبداً وخدامه لن يقال أبداً علينا أن نخدمه بأفضل قدراتنا حتى آخر أنفاسنا ثم سنكمل من حيث توقفنا في السماء للأبد عمل الله لن ينتهي أبداً وسيظل لنا عمل دائماً في ملكوت الله لذا لنبدأ الآن من حيث نحن توجد طريقتان محددتان للاستثمار بعمل الله أولاً طور خدمة شخصية تعرف الحياة بالخدمة قال يسوع لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم هل تعرف الطرق العديدة للخدمة؟ 7.6 مليار طريقة لأن هذا عدد السكان المقدر على الأرض وكل شخص لديه احتياج فكر بوقتك وقدراتك واسأل نفسك ماذا أستطيع فعله؟ للرب قال يسوع لا يقدر أحد أن يخدم سيدين لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر لا تقدرون أن تخدموا الله والمال استثمر يسوع حياته في الخدمة ويريدنا أن نفعل الأمر ذاته ففي رمية سبعة نقرأ إذن يا إخوتي أنتم أيضاً قد مدتم للناموس بجسد المسيح لكي تصيروا لآخر للذي قد أقيم من الأموات ويكمل بولوس قائلاً لنثمر لله أتعني ما معنى كلمة خدمة تعني أن تخدم لم يضعك الله على هذه الأرض لبضعة عقود تمضي بسرعة حتى تخدم نفسك وهذا حال كثيرين في عالمنا يعيشون كل يوم لنفسهم ولكن الله وضعنا نحن المؤمنين على الأرض حتى نخدمه هو ولكي نخدمه يجب أن نخدم الآخرين هو يأتي بك لمن يريدك أن تخدمهم ويضعك في الموقف الصحيح فيصبح لديك امتياز مشاركة فرح يسوع المسيح معهم لذا مهمتك الرئيسية هنا أن تستثمر نفسك بالخدمة الشخصية التي عينها الله لك فكر بهذا كل ما اختبرته بحياتك على الإطلاق جيداً أم سيئاً قد أعدك للقادم عين الله نحية متفردة من الخدمة خصيصاً لك وتلك الخدمة هي جزء من خطته لك إذ تمضي قدماً هذا ما اكتشفه بيل برانتلي من بن ساكولا كان يركب الدراجة الهوائية منذ أن كان أربع سنوات يقدر أنه سجل مئة ألف ميل على دراجة طفولته الصغيرة وتعلم كيف أصلحها متى من كسرت السلسلة ومع مرور الوقت تعلم فك الدراجات الهوائية وإصلاحها وتجميعها بكلمات أخرى صار طبيب دراجات هوائية وهو الآن في عمر 87 وخدمته الشخصية هي الدراجات بكنيسته المحلية خدمة للمشردين وذات يوم جلب بيل بضع دراجات هوائية أصلحها للكنيسة متسائلاً إن كان قد يحتاج إليها أحد وسرعان ما جلب الجميع دراجاتهم له كتبرع والآن يقضي بيل ساعات في مرآبه كل يوم في تصليح الدراجات وإعادتها لوضع جيد وكل دراجة تذهب إلى شخص محتاج وتوزع من قبل الناس في كنيسته كثيراً ما يسمع بيل وزوجته عبارات من الآخذين تشبه ما يلي أستطيع الذهاب ورجوع من عملي كل يوم أحب دراجتي أنا ممتن جداً أقدر كثيراً عملك لي إن كنت مثلي لا أعلم ماذا أفعل بالدراجات عندما تتعطل دراجتي ينتهي الأمر إلى أن يساعدني أحد ما ولكن انظر إلى حياتك فماذا تفعل؟ وماذا تستمتع بعمله؟ وماذا تجيد عمله؟ ذلك هو السؤال لذا أعطى الله لكل منا شيئاً ما يفعله ويفعله حسناً بهذا فهو يريدنا أن نكتشف ونفحص ذواتنا ونكتشف مهاراتنا ثم نستثمرها في ملكوت الله ضع قائمة بكل شيء تفعله وقل يا رب خلقتني قابلاً للاستخدام أرني كيف تستخدمني عندما تكتشف ناحية خدمتك الشخصية وتبدأ تخدم الرب بطريقة بسيطة لكن رائعة يعطيك إياها لن تشعر أبداً بالملل سواء أعطاك الله خدمة الصلاة أو كتابة الرسائل أو زيارة دور رعاية أو تربية الأحفاد فإنك بهذا تستثمر فيه مشروع إلهي لن ينتهي أبداً لأنك تستثمر في ملكوت الله الأبدي إذن طور خدمة شخصية كلنا نستطيع ذلك قد تظن أنك كبير بالسن لكن تريف قليلاً لا يوجد حد للسن في هذا أياً من تكون أينما تكون جميعنا لدينا خدمة شخصية الأمر الثاني الذي أريد إخبارك به كرس نفسك لكنيستك المحلية في كثير من الأوساط تمر الكنيسة المحلية بأوقات صعبة ورغم دعوتنا جميعاً لاستثمار ذواتنا في خدمة شخصية فإننا لسنا كينات منعزلة فيما يتعلق بعمل الرب استمع إلى رمي 12 فإنه كما في جسد واحد لنا أعضاء كثيرة ولكن ليس جميع الأعضاء لها عمل واحد هكذا نحن الكثيرين جسد واحد في المسيح وأعضاء بعضاً لبعض كل واحد للآخر عندما رجع المسيح للسماء فإنه قد ترك وراءه كائناً حياً واحداً لمواصلة عمله وما هو هذا؟ إنها الكنيسة وكنيسته هي أبدية هي ليست مصنوعة من الحجارة بل مصنوعة من البشر حجارة حية نحن عائلته وهو جعلنا جزءاً من عمل العائلة هناك فقط شيئاً أبدياً كلمة الله ونفوس الرجال والسيدات التقدم للأمام نحو خطة الله للمحلة التالية من حياتك يعني أن تستثمر نفسك في هذه المشاريع الأبدية قال يسوع المسيح لكنيسته الكلمات التالية فاستمع إليها دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآبي والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر لم توجد كنائس محلية على وجه الأرض أكثر من الوقت الحالي لا يوجد استثمار لوقت الشخص وماله وانتباهه أفضل من الكنيسة المحلية لقد صمم هذا في عبقرية يسوع المسيح وإبداعه لذا فهي القناة المعينة للفداء في العالم عندما يحيى الروح القدس ويعمل في كنيسة سيبركها الله وينشئ فيها فرصا مستمرة للمس الآخرين بمحبة المسيح من الصعب استثمار حياتك في عمل الرب إن تجاهلت أو أهملت أو ازدريت بالكنيسة التي أسسها يسوع إن كان لديك موقف سلبي تجاه الكنيسة فحاول أن تشكر الله لأجل الناس الطيبين والصفات الجيدة والعمل الصالح للكنيسة فأنت تعرف شخصا يصنع الفرق في الكنيسة اذهب وساعده واشكر الله لأجل ما يفعل صمم ألا تسمح بنشوء روح سلبية نحو الكنيسة في قلبك أعلم يوميا في برنامج إذاعي يدعى نقطة تحول وعندما أصل لحلقة الجمعة ففي كل أسبوع تقريبا بالانقطاع أشجع الناس أن يذهبوا للكنيسة وأخبرهم أن برنامجنا الإذاعي ليس بديلا للكنيسة ولن يكون هدفنا تشجيع الكنيسة ودعم تعليم الكنيسة لذا أخبرهم دائما بالذهب للكنيسة أخبرهم أن يجدوا كنيسة تعلم كلمة الله وترفع يسوع المسيح وأطلب منهم عرض المساعدة على القص والخدمة في الكنيسة إذا استثمر في عمل الله استثمر في كلمته وأخيرا استثمر في ثروته السماء أبدية وبالتالي علينا أن ندعم ما نفعله بأموالنا وعلينا أن نستخدم مواردنا نوعا ما للدفع مقدما ونستثمر حياتنا في الأمور الأبدية كل منا في المسيح أمامه مفاجأة عظيمة مهما كان تخيلنا أو توقعنا للسماء فهي أعظم من أي شيء نتخيله على الإطلاق بمليار ميل ومليار سنة أحيانا أقرأ آخر إصححين في الكتاب المقدس وأحاول جاهدا تخيل ما ستكون عليه السماوات الجديدة والأرض الجديدة أحاول تخيل مدينة أوروشليم الجديدة وذهبها ومجدها وبريقها التأمل بالأمور السماوية يمنحنا تعزيها إله ولكن يا له من فرح أن نراها بأنفسنا ونكون ورثة لغناها النص الكتاب الرئيسي بهذا الخصوص في موعظة يسوع على الجبل أنت تعرف هذا لكن اسمعه في سياق هذه الموعظة قال يسوع لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب الصارقون ويسرقون بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ وحيث لا ينقب صارقون ولا يسرقون بأبسط كلمات قال يسوع أن طريقتين الاستثمار في الكنوز الأرضية وفي الكنوز السماوية الكنوز الأرضية معرضة للخراب عندما يصيبها السوس معرضة للصدأ عندما تتآكل معرضة للصوص الذين يقتحمون ويسرقونها لكن عندما تستثمر في أمور أبدية فقيمتها تظل في ازدياد مستمر لوقا ستة تمانية وتلاتين يقول عندما نعطي فإن الله يعوض بطريقة أفضل بكثير لاحظ يقول أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا فائضا يعطون في أحضانكم كان يسوع يتحدث عن العطاء الذي ينطوي على عطية الحبوب وقال عندما تعطي إلى الله فهو يحب أن يضاعف استثمارك صديقي راندي آل كورن يشرح ذلك ويقول يقدم لنا المسيح الفرصة الهائلة لمقايدة البضائع المؤقتة والعملة المؤقتة بالمكافآت الأبدية بوضع أموالنا وممتلكاتنا في خزنته بينما نحن على الأرض فإننا بذلك نضمن لأنفسنا مكافآت أبدية غير مدركة تأمل في نتائج هذا العرض نقايد مقتنيات مؤقتة لا نستطيع الاحتفاظ بها لنحوز مقتنيات أبدية لا نستطيع خسارتها مثل طفل يقايد الحلوى بدراجة جديدة أو رجل يعرض عليه ملكية شركة مشروبات غزية مقابل كيس من أغطية الزجاجات الأحمق فقط يرفض مثل هذه الفرصة لذا إن أعطينا بدل أن نحتفظ وإن استثمرنا في الأبدي بدل الوقتي فنحن نذخر في السماء كنوزاً لن تتوقف أبداً عن در الأرباح وأي كنوز ندخرها في السماء ستكون بانتظارنا عندما نصل هناك أخبرني أحدهم مرة بأننا في هذه الحياة يمكن أن نبتعد عن كنزنا أو نتحرك نحوه إن استثمرنا كل شيء في أمور هذه الأرض فسنبتعد عنها شيئاً فشيئاً حتى نتركها كلياً ذات يوم لكن إن استثمرنا في أمور السماء فلن نبتعد عنها بل سنتحرك نحوها أشجعك أن تفهم معنا الاستثمار في ثروة الله من الصعب اليوم تصور مكان آمن لتضع مالك فيه ولكن عندما تقدم العشور وتكرس مواردك للملكوت فهذا يطلق الإنجيل للعالم كله ويخلص النفوس ويملأ السماء بالناس عندما تدعم كنيستك المحلية تتحول أموالك لكتب ونفوس وخدمة وإرسليات قد لا ترى العوائد أبداً حتى تصل للسماء لكن يا لها من فرحة عندما تقابل أناساً في الشوارع الذهبية وتعلم أن هبتك هي التي ساعدتهم على الإيمان بالمسيح كتب الترنيمة قبل سنين بعنوان شكراً لك في محاولة لتصور كيف ستكون عليه السماء عندما تدخل من الأبواب وسرعان ما تقابل شخصاً ما يقول شكراً لأنك أعطيت الرب بسبب أن هبتك هي التي أتاحت له أن يسمع الإنجيل وهي سبب وجوده هناك لا أعرف كيف سيكون ذلك ولا أعتقد أن أحد يعرف لأننا لم نذهب إلى هناك ورجعنا لنخبر لكن بطريقة ما عندما نصل للسماء ستكون مكافأة ما فعلناه على الأرض واضحة جداً ولن يفوتها أحد عندما تعطي فإنك تعطي لكلمة الله الأبدية والنفوس الأبدية للرجال والنساء وتستثمر بشكل لا يمكن له أبداً أن يسلب منك ومكافأتك واستثمارك هما بانتظارك عندما تصل للسماء تركت النقطة الأكثر أهمية لدي إلى النهاية إذ نمضي قدماً في هذه الحياة نحتاج أيضاً أن نستثمر ببصماتنا بمعنى علينا أن نترك مساراً وإرثاً من الإيمان أن نترك مثالاً وراءنا يقود الآخرين إلى الله مزمور 71-18 يقول وأيضاً إلى الشيخوخة والشيب يا الله لا تتركني حتى أخبر بذراعك الجيل المقبل وبقوتك كل آت أكن أعجاباً شديداً لصديقي توني إيفانز وخدمته القوية ولكن ما كانت لتوجد خدمة دون والديه قال توني تعرف أبي إلى المسيح بعمر الثلاثين وكنت أنا في العاشرة وعلى الفور صار تابعاً شغوفاً للمسيح لم تحبه والدتي وهو خاطئ واستاءت منه وهو قديس كثيراً ما كنت أجد أبي يصلي ويدرس الكتاب المقدس في منتصف الليل بعد سنة من إيمان والده بالمسيح كان يدرس ذات ليلة وسمع خطوات مقتربة إذ كانت زوجته صعدة إلى الغرفة في الطابق العلوي ورأت زوجها يدرس الكتاب المقدس لكن بدل أن توبخه كانت الدموع تملأ عينيها يقول توني أخبرت أبي أنها كانت تراقب حياته المتغيرة خلال السنة الفائتة ومهما كان السبب المسؤول عن ذلك فهي أرادته في حياتها أيضاً قال توني ليلتها قاد والدي والدتي إلى المسيح تغير منزلنا وبعد ذلك أبي وأمي قاداني أنا وإخوتي كلهم إلى المسيح ليلتها عندما سمع صوت الخطوات لم يكن والده يدرك أن محبته البسيطة ليسوع ستغير بيته وتطلق ابنه إلى الخدمة وتلمس آلافاً لا تحصى من الناس سيدات سادتي أيامنا معدودة ونتحرك سريعاً من اليوم إلى الغد كل مسراتنا ومقتنياتنا وقتية لكن الإرث الذي نتركه للمسيح سيبقى إلى الأبد قيلت هذه الفكرة كثيراً وبطرق عديدة لكن ليس أفضل من هذه الكلمات البسيطة هذه الحياة ستزول سريعاً وفقط ما فعل لأجل المسيح سيدوم محبتنا وتعبنا لأجل الرب لا يذهبان باطلاً فدعونا لا نضيع أي يوم ونحيا والأبدية في اعتبارنا ودعونا نستثمر في الغد ودعونا نعيش ما بعد حياتنا شكراً لانضمامك لي اليوم في نقطة تحول كلما درسنا كلمة الله فإننا سنفهم أن إلهنا المحبة يرغب بعلاقة شخصية مع كل واحد فينا إن كنت تودى بدء تلك العلاقة وتتأكد أنك ستقضي الأبدية معه فعليك ببساطة أن تتوب عن خضياتك وتطلب من يسوع المسيح أن يصير ربك ومخلصك إن قمت بخطوة الإيمان هذه اليوم أشجعك لمشاركة قرارك مع مسيحيين آخرين في خدمة جديرة بالثقة أو كنيسة محلية ثم تواصل نموك في إيمانك الجديد يباركك الله وأتطلع لأراك الأسبوع المقبل هنا في نقطة تحول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر